السلام عليكم وتحية لكم ومبروك عواشركم بصحة والسلامة الله يدخل عليكم هذه العواشر بصحة والسلامة باش ما تمنيتو يا ربي امين وعلى الشعب المغربي كامل في مكان داخل المغرب وخارج المغرب وعلى المسلمين في جميع أنحاء العالم يا ربي امين تحية لكم من مدينة الدار البيضاء وفيديو جديد من الفيديوهات متابعة المشروع العملاق المشروع اللي كان بغيوه اللي كان عشقوه اللي ينتمنوا له الخير وتقدم يا ربي امين هو مشروع كذا انفال اللي كان هنا في هذه المنطقة احنا دابا كنتواجدو في الشارع اللي كي شارع البريد الجوي اللي كيدوز على المقر الرئيسي دي البنك الشعبي اللي كنشوفو فيه هنا يا البنك الشعبي اللي كما قلنا في فيديوهات سابقين عندو واجهة اساسية اللي كنشوف احنا مغلفة وعندو الواجهة الزجاجية اللي كتشوف في الجهة المقابلة ديال منطقة المال والاعمال من البنائات اللي كننفى في هذه المنطقة ديال المال والاعمال كنشوفو البنائة اللي بدات مؤخرا و اللي فاتوا الطبق السادس اللي هو البنائة ديال تجار وفا بونك التجار وفا بونك اللي غاتكون من اعلى البنائات هنا في هذه المنطقة اللي غاتكون بناية زجاجية حدها شلال العقارية وكين البنايات السكنية اللي غدا تكون كتطلع للبارك اللي عنده واجهة هذه البارك واللي فيها حتى مكاتب ومقرات الأعمال كما كنشوف هنا يا المنطقة دي المال والأعمال غدا كتعمر والرافعات كتزادوا نهار على نهار هنا احنا دبا كنتواجدو امام الواجهة الرئيسية دي البنك الشعبي واللي كنشوفو اللي بدو كيزيدو في الجاج دي المدخل الرئيسي هنا اللي من دينا بدو كيحطو الدعامات باش يزيدو الجاج كما كنقولو بفرنسي يحطو البروفيل لالاليمينيوم اللي غيحطو عليه الجاج من البنايات اللي كان هناك الاسي مار اللي كانت تكملات اللي كانشوفو الأضواء ديالها في الليل من اللي كاندو زوم هناك كاندو الفيديوهات ليلي وهذه المنطقة اللي غيكون فيها التتمة دي المشروع التتمة دي المشروع في المراحل المتقدمة دي الشطر التاني ان شاء الله بإذن الله من البنايات الأخيرة اللي كملات هنا في هذا الشاري في هذا المقر الرئيسي هو البنايات ديال ديال المدراسة اللي غي تكون هنا في هذه المنطقة تقريباً اخذت الشكل النهائي ديالها وكيني بنايات أخرى اللي اللي لها بدات البرمجة ديالهم خصوصاً في هذا الشاري عذا البنايات ديال سيرجي تور اللي غي تكون مقر ديال الشركة اللي غي تكون في جات حضار بيو سي كونتو كما كنشوفو هنا يا البرج ديال تجاري وفا بونك اللي فاتوا الطبق السادس ديال من في العمود فقاري ديال البنايات وقد ديال من في الواجهة الأساسية هناك نشوفو العقارية شالة اللي غي يكونوا فيها مكاتيب المين ستريت اسم مشروع والمين ستريت وحدهم كين البزنس تاورز اللي هما عبارة عن جوج بنايات اللي عندهم بشكل وكينة بنايات كتوسطهم هما البنايات ديالهم اثنين وعشرين طبقاء والبنايات كنظن الوسطانية كنظن فيها ثمانية ديال الطبقات من وراءها كينة الكونتينونطال اللي تهي بناية اللي اخدات الشكل نهائي ديالها جات وراء البزنس تاورز وعليمين ديال البنايات كينة بعض البنايات اللي فيهم مشاريه سكنية مثلا الجاردان دونفا اللي كيطلو على على اللي كيطلو على البرك ديال انفا هنا كنشوفو بليكن في هاد البلاسة فينكي الكلوازورمون كينة الباركينج المؤقت وعلى حساب الماكيت كان غيكون هنا واحد من اطول واتخم البنايات في المنطقة البنايات اللي تقريبا كملات حتى هي في الشكل النهائي ديالها الخارجي وحتى الزجاج والغلاف ديال الواجهات الاساسية والجانبية اللي كنسميه نحن على اللي كوبو تقريبا المراحل الاخيرة ومتقدمة هي هاد الكابيتل تاور الكابيتل تاور اللي قلناه غادي يكون من احد البنايات الاداري اللي غا تكون هنا هيا الشركات والفوق دياله غا يكون فيها غا يكون فيها مطعام بانورامي اللي غا يكون عندو اطلالة جميلة على هاد المنطقة كاملة غا تكون صراحا نتمنى واحد النهار ان شاء الله ملي حلو ندخلو ان شاء الله نصوروا لكم الصورة تماما باش تكون صورة اوضح واجمل المنطقة من الفوق دياله تزادوا مشاريع اخرى كما قلنا مشروع اللي تزاد على اللي صر ديالنا هو مشروع ديال السيف جي تور اللي غا ديكون هو المقر ديال الشركة البنكية وكيني المشاريع مشاريع اخرى اللي كان هنا في هاد الشاريع ديال من عبدالشريف من بينها تتمت مشروع الباصوي اللي كنشوفو فيه اللي كنشوفو فيه في الكلوازون المونديالو من عندستاكسي دابا المشروع ديال الباصوي اللي غا يدوز من والماس وغا يمشي حتى الامدينة الرحمة واللي هو كي اعتمد عليه كوسيلة مهمة للنقل الحضاري في مدينة الطرب هذا خصوصا للربط ما بين وسط المدينة وما بين مدينة الرحمة اللي كتعرف واحد اقبال واحد طرب كتير واحد ما نقوله واحد الفلو كبير من المشاريع المهمة اللي كين ادبهنا كين هاد مشروع ديال اوب تاون ديال مفضل قروب مفضل اللي فيها عدة مشاريع كين مشاريع سكنية وكين حتى فنادق كما كنشوفو هنا اللي من ديالنا هو هذا المشروع اللي كين في المنطاقة كينين مشاريع سكنية هم هادو اللي مكات ديالهم وكينين حتى فنادق اللي غادي كين فندق خمس نجوم وكين فندق اربع نجوم وكين حتى شقق فندقية اللي غدا تكون هنا مخصصة للكراء بحكم الاقبال على هاد المنطاقة هدي هنا كنشوفو المكات ديال هاد المشاريع اللي كينين هنا ها 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 والمشروع اسميته الاب تاون كان يسولون عليه بعض المشاهدين المتابعين وكان يسولون على الفندق اللي كينين في هذه المنطاقة كين دباه هاد الفندق هذا وكين فندق بشارع سيد عبد الرحمن اللي كين تبنع اه انفاص مع الكاف تهوى كنظن غايكون فندق شيف مرة ان شاء الله نتصوره لكم اه من المشاريع الاخرى كين المشاريع التجرس السي اللي كين في هذه المنطقات هي التي نشوفو فيها تقريبا نخذت شكل نهائي ديالها وكين هاد المشروع ديال الايرو اونفا ايرو سيتي اللي يعلي من ديالنا اللي غايكون متابع الشركة ديال السي جي وهنا كنشوفو الواجهة المطلة على شريس ملاعبة ملاعبة الشريف اللي كيكون هو عبارة عن واجهة كيميران غولو ديال الشقاق وكين نحت الواجهة ديال المول اللي غايكون هنا في هذه المنطقة هو الاريا بارك هنا واحد من المداخل وكنضن انه دول مدخل الرئيسي ديال هاد الاريا بارك اللي بدلو كيغلفوه بلاليكوبون الغلاف للاليمينيوم اللي كيكون على الواجهة اللي كيسهل عملية التنظيف ولي كيكون عنده واحد شكل جمالي وشكل جمالي كيزيد في الجمالية ديال الواجهة كما كنشوفوه هي ديالواجهة المطلة على شريل العام هنا ملعب للشريف وكين الواجهة الاخرى اللي كنشوفوه تياب نوكي يدير في هذه الزجاج كنظن على انها مقرات ادارية اللي غدا تكون في هذه المنطقة كانت هذه الجورة في كذا فتحية لكم السلام عليكم مبارك عباشركم